اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تعرفوا على قصة منتصر ارشيد يشتغل في مجال قضايا المناخة البداية بفقرة استشارات قانونية دائما في اطار نشر التقافة القانونية واش غاجيوح فربير واش نتا يقول القانون في موضوع حفر الابار واش عندنا قانون مؤثر لهذا الموضوع اسئتنا يجبنا على لأستاذ فراحي محامي بيئة الدهر البيضاء موسيقى 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 واش كين قانون في المغرب متعلق بحفر الابار قبل ما نقول واش كين قانون اجيوح فربير لا اجيوح فربير ما يمكن شيء فعلا كين قانون وهذا القانون جميل هذا القانون ديال 1995 هو القانون 10-95 متعلق بالماء نبا وحض الرابط بين الماء والحفر ديال اللي بيئة ايه نحن نادل علاقة وطيدة هادل علاقة وطيدة هادل القانون جا من اجمل ما فيه شيء كتير ولكن المادة اللي واش كتقول كتقول لك الماء ملكون عام الماء مجي ديالشي واح تجمع الناس ملكون عام وجا تاني في هادل المادة نادل قد كود دير حق الاستعمال دياله مقنن كي ما كان حق الاستعمال دياله داك الماء بيما فيه البيار كين حالة اخرى ولكي البيار وعاد عدنا لا يمكنه داريجا باش يكون هادل ما موضوع تملك خاص ووحد الملاحظة تارتني وخاص لابدا نشاطرها ولا نشاركها مع المشاهدين الكرام هو كي بعد المرات تيبقى تيبقى فكت لقى واحد حيث عنده الامكان جايح في البيار وناس كيمشيوا بعيد باش يجيبوا الماء هاد المادة ديال الماء بيلكون عام خاص فيه واحد القراءة جديدة لا من قبل السلطات المعنية لا من قبل القانون ماشي حيث واحد الانسان عده الفلوس واستطع يحفر بير وكيشرب منه ماء أساسي وكيدير به الأغراض دياله التانوية والناس كاتب شي عسرة كولومات باش تجيب الماء باش تشرب هاد المادة ديال الماء بيلكون عام خاص واحد الانسان لكي نعده الفلوس وحفر بير وفيه المكافي يشربوا منه تالناس أخرين هذه رسالة نوجهها من هذه المانبر إنسانية وقانونية إنسانية وقانونية لأن هذا القانون المادة اللي قوله فيه الماء بيلكون عام واحد كيدير الأساسي والتانوي واحد كيبشي عسرة كولومات باش يجيب باش يشرب القانون ما يقبلش هاد الشي ويجب تطبيق القانون تطبيقا سليما أها فاش كنت تكلموا على حفر الآبر من الناحية القانونية رسالة جميلة إنسانية وجتها أنه أنت عندك الإمكانية تحفر بير بطريقة قانونية ستكد تلبي منه الاحتياجات ديالك ناس أخرى تستفد منه من الناحية القانونية أستاذ فرحي حيث الناس كتتعامل بعض المرات بعشوائية وهذا العشوائية ممكن تكلف الكثير والكثير فاش كنت دوه على مجال حفر الآبر كيف ما كان البلاسة اللي غايتحفر في هذا البير كينا إدارات معنية غادي ندوه معاهم ففعلا كينا إدارات كينا مساطير كينا ورث هذه الإدارات باش نبسطهم هكو الإدارة المعنية هي وكالة ديالحوض المائي هذه الوكالة هي اللي كتعطي الرخصة معناها الرخصة بغيت تحفر بير خاصك تحصل على الرخصة وهذا الرخصة لأن كينا هاد الوكالة ديالحوض المائي ولكن كتدخل معاها لأن الوكالة ديالحوض المائي كله ولكن معا كينا العمالة اللي تابعتها هي فيها العاميل والقايد والمقدام هذو كلهم رأى وعدنا للجماعات الرئيس ديالجماعة اللي تابع لها هذا وعدنا ديال المجيئة والغابات هذه الإدارات كلهم غد نشوفه ربما فيما تبقى من البرنامج أنهم يلتاقوا في بعض المحطات ولكن كلهم معنجين بالرغم من أن الوكالة ديالحوض المائي هي اللي كتعطي الرخصة فاشكن نتكلموا على واحد شخص بغي يحفر بير شنو هم المساطر اللي خسو يمشي منها فين خسو يمشي وشنو الوطائق اللي خسو يوفرها فعلا هذا اللي هو تتميم الفكرة الأولى اللي هو بغي يمشي خذير الوكالة هذو الوكالة ديالحوض المائي اللي تابع لي هذيك البلاصة فين بغي يدير البير اللي بغي يدير فيها البير رادياله بغي يتبتها عنده إما شهادة الملكية لكالحقار محفظ ولو واحد الواتيقة اتبت أنه راها مالك لأنه ما يمكن شهي تجي تحفر بير في الأرض ديال الغير عنده البطاقة ديال التعريف الوطنية وعنده واحد النموذج كيتعطى من هذيك الإدارة لأشهد النموذج لدرجة حناتين قولوا بير راها البير ملكي يبغي بشي لواحد يقول له شحال بغي تحفر من مترو شحال بغي تجيبت ديال لما ليش بغي تستعمل هذي الماواش للشارب ولا الماشية ولا للسقي ولا هذي معلومة اللي كتكون في هذك المطبوع الموضع إذن البطاقة الوطنية الأرض التملوك ولا النموذج ديال هذك المطبوع اللي في هذي المجموعة من المعطايات واحد ألف ومئتين درهم اللي كيخلصها لهذه المؤسسة هذي سيد ملكي يحط هذي الوطائق اللي هي الوطائق المطلوبة بشي حفر بير هذي الوكالة لدي الحوض المائي خاصة ترسلهم لمكان فين موجود فين بغي يدير هذي البيئة لجمع علومة أخرى إضافية اللي ممكن نضيفوها في هذي الباب ووكين بعض الأماكين اللي مبقاش ممتين مبقاش ممتين لأن هذي الوكالة لدي الحوض المائي دير دراسات وستراتيجيات تقنية تقنية كتقولك ودير الحفر هذا وهذا وهذا ما غدا تبقى الفرشة ما غدا تشتبقى بتائتا وبالتالي هذي دراسة اللي غدا تتبشي لأنه اللي غدا تدير سلة لمن غدا تدير سلة غدا تدير سلة إما القيادة إما الدائرة غالبا تكون اللي هو في المجال القاروي وهذا الرئيس دي الدائرة ولا القاعده لخصو يستدعي لجنة اللي فيها من غير الحوض المائي كين هو اللي هو الجماعة الرئيس دي الجماعة باش كيبحتوا وشيبت كيبحتوا وكيشوفوا تا شنو طالب انتا شنو طالب اللي تدير واش غادي يأثر على شي حاجة ولا ما يأثر جميع الأشياء اللي خصدار في تقرير كين الأجال باش هذك التقرير يخرج كين أجالات هذي كلهم كين أجالات لا فيما يخص هذك البحث وكين تل إشهار دياله لأنه من قبل واحد الإجراء آخر هو منه من قبل ما يديروا هذي البحث وهذي الخرجة اللي خصد تكون على أرض الواقعة كيتموا بعض الملصاقات كيقولوا رغدا تخروج هذ اللجنة اللي واحد من الخمسطاشر يوم ولي تقدر باش خصهم يخرجوا العين لمكان ويراعي ويديروا واحد تقرير هذي التقرير التقني هو اللي غادي تعتام بدأ لي اللي هو وراكفيته واحد البلوكاداسترال ديال الأرض وفيك هذا ولا كروكي لما كانش محفظة هو اللي كيرجع الوكالة ديال الحوض المائي وهذيك الوكالة هي اللي كتعطي الترخيص والترخيص خاصوا يجيبوا أن ينجزع وفق هذك شي الشروط اللي كان وفي هذ في هذ اللي هو الإطار ديال الوطع وديال الرخصة وتندكروا الفجعة ديال ريان اللي يرحموا وتنترحموا عليه في هذ نهار لأنه ليك في اليوم باش تحفر بير غادي تحفر بير ولكن كانوا أحد شروط ديال السلامة هذي شروط ديال السلامة في يوم خاص يدار واحد البني يكون آلي اللي هو وخاص هذك البير يعود التخلاق ليش لأنه في أعلان الآبار الآبار كينا في المجال فجاعة صعبة ممكن تسبب بير في أعلان كينا في المجال اللي هو القراوي يمكن يكون إنسان يمكن يكون حيوان يمكن يدلك بير ما فيش هذ الشروط ديال السلامة يعني قانونيا إلى اليوم باش تحفر واحد البير وما انتيش غتعطيك شروط السلامة ما غتعطاش لك الرخصة هو غتعطيك الرخصة باش تدير شروط السلامة ولكن إلى من بعد بما تدارد شروط السلامة دي الدخول في المخالفات اللي يمكن يتعرض لها الإنسان واخا أشنو مثلا وحد كنسمعوا بليكينة أشوائية بعض المرات في حفر الآبار بنادماجي وحفر بير من الناحية القانونية إذا جاءت سلطة تلقاتك حفرتي شي بير بدون رخصة أو لادرتي شي حاجة مخالفة للقانون المتعلقة بالآبار أو لما عندكش سروط السلامة أشنو المخالفات اللي كتسنك شنو الأشياء اللي كتسنك هو المخالفات يبعدها كين جوج الناس اللي كي ضبطوا هذه المخالفات كين عدنا اللي هو الشرطة دي المية عدنا شرطة دي المية شرطات دي المية اللي هما بلستاتيو ديالهم بكل شي وعدنا حتى القياد رعدهم ضابط للشرطة القدائية والقايد ضابط للشرطة القدائية هاد المخالفات كين جوج كين أولا إلى حفرتي وانت ما عندكش رخصة خصوية تهدم هادكش ما يبقاش لا غد نشدون حبسوه وتنديرو لا هاد خصوية تهدم وكيجي في علان الهدم دياله اللي هو محضر ديال الهدم محضر من الوكالة كن ندرك باش تدير كذا وكذا تهدم هادا في هاد الأجل وقدار يكون يقدر يضيق هادك الأجل يقدر يضيق بزاف وإلى مجاش كتجي هاد المؤسسة وكتتردم هادك البيع كين عقوبات هاد العقوبات شنو مالي كتجي المخالفات إذا كين إما هاد اللي ما كينش ترخص أو كين هاد البين اللي هدارنا ما فيش شروط ما فيش البني اللي طال أشي شوية ما كيتتغلقش ما هذا كيدار هاد المؤسستين اللي يوقف تعليم إما لهم الشرطة ديال المياه وللقيد كيجي وكيدير محضر ديال المخالفة بحال المخالفة ديال التعمير محضر ديال المخالفة وقفنا في أي مكان وكذا وكذا ودير هاد المخالفة وهاد المخالفة كالتحال على وكيل الملك إذن بحال من اللي قدرنا التعمير حيث ده بالمشاهد الكريم بزاف اللي عارف المخالفة ديال التعمير تبنيه عشوائي لبير هوك كيجي كالتدار هاد المحضر هاد المحضر يحاله على وكيل الملك ووكيل الملك يسطر المتابعة لاش لأن القانون هذا ديال المياه فيما يخص هاد الباب ديال العبار والحفر ديالها الاستغلال ديالة كيين المخالفات اللي يمكن لما يمكن تحصل هاد المخالفة درتها وكيل الملك يسطرها كي يبشيل أد وكيل الملك كمحضر محضر مخالفة وكيل الملك يسطر المتابعة درتك هاد المتابعة تحاكم بهذا الفصل من القانون ولهذا المادة ولهذا المجموعات القوانين ويحيلوها على القادة وتعود فيه جلسة وتعود وكيصدر هذه السلسة وكيصدر كتصدر للعقوبة التي يسطرها القانون ما هو العقوبات المسطرة مثلا في حالك أنك تحفر بير بدون رخصة تحفر بير من دون رخصة من شهر تلسانة من شهر تلسانة وعنده من 200 إلى 500 درام بالإضافة اللي يمكن الوكالة تنصب ولا شيء إدارة أخرى كمطالب بالحق المدني لأن اللي كيحفر هذا من غير هذا الشك الزجري يمكن كان الغرامة من شهر تلسانة وكان من 200 إلى 500 درام ويمكن تكون واحد المطالبة بالحق المدني أمام القادة وكيعود له حكم بالإضافة أنه لكانت مخالفة ديال بكيناش الرخصة بالإضافة أنه يريب هذاك ويجب يتهدم وفي عدم توفر الشروط السلامة شوالعقوبة التي تسنى المخالفة هذا من اللي هما كيين مجموعة باش من سردهمش اللي هو في واحد في واحد الإطار اللي هما مختلفين لأن القانون ديال اللي ما مختلفين فيه ولكن إلا ما كانش السلامة كي تعتع وحد الآجال اللي هو باش يداروا هذوك المزور إلا ما كانوش يحل على اللي هو الوكيل والوكيل يحيلوا على القداء والقداء غادي سطر فيه أو فوق سيوضيال أشنو ما الضروف اللي ما تدارتش فيهم واش هذاك سيد نجازهم في الآجال قلنا باللي كينا اللي جانك تكون بمراقبة هادا الاعتاقة والصدفة راحي مثلا الى واحد البلاسة بدك ينقص فيها الماف كان فيها بير مثلا ووش مالحق هادا المسؤولين يجوا يقولوا لك هنا رخصنا نحبسوا هاد البيار في هاد البلاسة لاننا مبقاش متوفر للماء وشخص ملزم انه يسدك البير بالغير صحيح صحيح ليش لان هادا جاي من المبدأ اللي اقول ان هادا ملكون عام شنو الملكون عام ملكون عام راك انت كتستاغل ويجب الله تضر بالمجتمع ما دام هاداك البير ديال كله كيضر بهذاك المجمع تم لان الناس كلهم هادا تصدر ديال انه خصو يحبس هاداك البير وبالتالي خاص اللي كان كيستغله خاصو يستاجب لهو القرار ديال وكالة الحوض المائي وكالة الحوض المائي اللي هي بناء على تراساتهم راحتوا دراسة اللي كتجيئة من هديك اللجنة وهي اللجنتون تقنياتون بالرغم من ان الطابع ديالها رأي داري ولا كيررها فيها متخصصون اللي كيعطيهم علومات دقيقات تقنية باش تستجيب لهذاك الطالب ديال الهدم دياله والإغلاق دياله أخرى اللي كستتفرح على مجموعة من النقاط اللي وضحتها لنا علاقتنا بوليدتنا مهمة بالساف كيفاش كنتصرفوا معاهم اشنو كنقلموهم اشنو كي ياخدوا مننا في ديال الحياة مهم جدا نعرفو اشنو كنعطيو الجيل الجديد اللي بغين انه يكون مبني وواقف على ساسها كيف ما تنقولو الوقت كي تعتبر من الركائز الاساسية في تربية ديالأطفالنا لأي درجة اليوم مهم نعطيو وقدو جودة لوليدتنا وكيفاش نديرو ليفضل ضغوطات الحياة اللي عندنا واش من حقنا كأباء وأمهات نقولوا بلي انا مقادرش او لما عنديش الوقت حاليا بغين تنفس مجموعة من النقاط الاخرى جاوبنا على هاجر مجبورة الكوتش المتخصصة في الاسرة والتربية فقرة بعولي داتي مرحبا بك من جديد هاجر مجبورة الله يبرك فيك زينب فاش كنت تكلموا على نقطة الوقت في علاقتي بتفلي شو ممكن تكولي لنا لها هو واحد الموضوع اللي تيخلع بذلك الأباء لأن الوقت وليناف واحد زمالي واد سرعة واحد زمان ديال طوتور واحد زمان ديال جرعليين جرعلي كما تنسميوه ومثلا ننظروا على الوقت الأباء تتخلعوا وتيقولوا أنا ما عنديش الوقت اليوم بغنا نبسطوا هاد الموضوع و هاد نقطة الوقت ونزولوا هادك تأني بالطمر للأباء بلي راه الوقت رمشي واش حال غا تتعطي الولدك وليل بنتك الوقت ولكن كيفاش تدوزوا هادك الوقت مع ولداتكو؟ قبل ما نجل كيفاش ندوزوا هادك الوقت مع ولداتكو؟ قبل ما نجل كيفاش ندوزوا هادك الوقت مهم الوقت في بناء علاقتنا بأطفالنا؟ زينب حنايا كباليغين من تدوزوا هاد نهار خايب تندخلوا في العشية تقولوا بغيت نهار معاك تمشوا و تنتوجلوا واحد الشخص اللي تنقدون نعودولون و نخيو عليه قلبنا و نتفاجوا إليه الأطفال لا تدوزوا هاد نهار خايب في الدراسة سيقول لك ماما لا يجل لعب معك إذن هي واحد العلاقة التي تتبني جسر ما بين الأب أو الولدات وتتخلي الطفل يحسب لي راه مهم إذن بالنسبة للطفل الوقت هو تعبير عن الحب الوقت التي تنخصوا مع أولادتنا هو تعبير عن الحب و الأهمية لهم وتعرفوا بل راه إليه باب ومم أعطاني واحد الوقت رأيضا أنا مهم عندهم رأيضا تفكر فيي ورأي تهتم بي وذلك الشخص اللي تعجبني رأي تعجبون وهي بحد ذاتها واحد الرسالة زينة بساف لولادتنا بل راكم تنتاميو لها العائلة بل را عندكم واحد الأهمية وعندكم واحد الأهمية فش كنت تكلموا على الوقت أيضا كنت تكلموا على واحد الفضاء لانتامي ولي هاد الوليدات اللي كنعطوا من وقتنا لولادتنا يعني راكم مهمين وأننا ممتنين لوجودكم في حياتنا كأباء و أمهات لأن أغلب الأباء و الأمهات كنظنوا بلي إحنا كنعطوا أشياء لولادتنا والحقيقة أن أطفالنا كيعطونا أكثر من الأشياء اللي إحنا كنعطوا لهم في الحياة وجودهم معنا قداءهم الوقت معنا قلتي بلي عدد الساعات ماشي مهم أشهول أهم فش كنت تكلموا على الحديث الأهم هو كيفاش أنا حاضر كبالغ كأب ولا كأم اليوم سأذهب على الوقت المخصص مع الأباء و الأمهات كنحسوا بلي راه هادوك الولادات بني تتزول واحد الوقت من وقتك لأنه بغينا ولا كرهنا تتكون راجع من الخدمة و عيان عندك واحد المشاغيل عندك واحد التوتر عندك مسئوليات و مهام اللي راه كل واحد غارق فيها إذا الطفل ديالك مني تشوف و تلاحظ بلي راه كزولتي واحد الوقت من هذا الوقت ديالك و تتخصو لي لهم تعرف بلي راه يمكن ليعول عليك في أي حاجة و بلي انت الأمان ديالهم و بلي راه مهم و بلي راه يقدر يفتح لك قلبه لأن الوقت المخصص رات يبدأ من الخلوق عادي نشوفها من بعد في الحلقة إذا الأب ولا الأم ما تنهضروش على ساعة الوقت النهار ولا ساعتين في النهار و تتولد البابي و نحن معه و نحن معه ولكن ما شهدك هو الوقت المخصص هذا هو الفرق ما بين الوقت اللي أنا كأب و كأم تنخصص الوليداتي ليلهم بوحديتهم تنزولوا من وقتي وتنعطهم واحد الوقت دوجودة تنسميوها الوقت المخصص أو الوقت اللي هو ديدي واحد اللي تندي ديالي المهدى للأطفال تتحسو بلي راه هم هما نقطة ديال الاهتمام و النقطة ديال الحب و النقطة ديال الانتماء في هذا الوقت الوقت المخصص الدراسات كاملية أنت نشوفه اليوم بالليتي يقولك أقل وقت و الأدنى يكون هو ما بين 15 و 20 دقيقة احنا ما كندوش هنا بش ما يكونش خلط بين دورك أب و أم دك في الحياة ترى من صباح تالليل تتعيش هذاك التزام هذاك التزام ولكن الوقت دوجودة هو اللي غنجلس و غندير حاجة فيه مع والدي و مع ابنتي و أنا بكل تركيزي ما بين 15 حتى العشرين دقيقة يوميا من الأحسن إذا كانوا التزامات إذا كانوا التزامات يكون عندنا واحد الوقت يريد أن نعطي واحد تعريف ليهو باش نبعده ما بين الوقت المخصص و التزامات الوقت المخصص أول حاجة يكون معروف عند الطفل كيفية هذه الوقت المخصص مجمعون ضحكون لعبوا كوران اي حاجة اجراء دامالحاك الكبرنا احنا عندهم واحد الاحتياجات عاطفية واحد الاحتياجات الحب اللي هي بسيطة 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 وش هي نفس الاحتياجات البسيطة اللي كانت عندنا هجر مشبب بكل صراحة بكل صراحة نفس الاحتياجات احنا كأباء لي ولو عنا هدوك الاسطنداغ عندنا واحد الامتدارات اللي هي طفل ما كيعرفش الاسطنداغ واش نالزين بتنعقلوا على والدينا ش نشتراونا ولا تنعقلوا على ش نوم الوقتات اللي يدوزنا معاهم الطفل عنده بحل قلستي معاها في الارض لعبتي معاها حابة ولا أجر دامالحة بحل اللي وحسن وما تمشي تشري له انجوز قلو سير دخول لبيتك لعبوا حتيتك وغادي لعبوا ربما يهرسو صفو سالة القصة لأنه هذا كل الخزان العاطفي دياله الخزان للحب دياله ما مملو اش هجر مجبر الطفل اللي ما تعتعليش وقت في الصغر دياله كيفش غيكون في الحياة عموما تيكون عنده واحد اول حاجة تلاحظها عنده واحد ضعف تقت في النفس دياله تيكون عنده مشاكل ديال التواصل تيكون عنده بعد المرات تتحالس بالعنف وديالعينات كثيرة في المنزل وحتى في الموحيط الخارجي دياله يا إما مع الأصديقاء يا إما في المدراسة مع المدرسين دياله تيقول لك بلي هذا الطفل ما عندوش واحد حبل انتماء لها ديك المجموعة ديكشي علاش الوقت المخصصة رغم شي شي حاجة زائدة رغم شي قدي نعطيه واحد شو غيستفد منهم وضحوها أول حاجة تيستفد بتيبني واحد علاقة ديالتواصل ديالامان مع الطفل هذه أول حاجة تاني حاجة دائما هدرو عليها هو الانتماء والامان والحب اللي هو لا مشروط تيقول مع راساته بلي انا هاد الاب والامديالي دخل النهار كامل هو عيان وعطاني هاد العشرة دقايق ولا خمسة دقايق ولا اشترا غير خمسة دقايق لكن عندنا ذاك التوتور وذاك الجرة في النهار اذا انا مهم اذا عندي واحد أساس اللي في المنزل ينقدر نعول عليه ونقدر نتق فيه كلما بدنا هاد الوقت المخصص بكري كلما تناعاون الطفل ديالنا باش يطور هادوك المهارات التواصل ديالهم المهارات ديال التعامل مع الآخر ومع الغير ما ديكون هادوانية طيف الدراسات ديالشوز اللي هما كانوا متباتين علميا باللي راه ذاك الوقت المخصص مع الاطفال تيخلي الادماغ ديالهم والنسيج اللي عندهم في الدماغ تيتطور بواحد الطريقة اللي هي خيالية تيركين واحد من ناشاط اللي هو تكون ابداع وتينشطو ابداع وناشاط وواحد الحب وواحد انتماء ديال الدوباميلي تت ذاك الهرمون السعادة والهرمون ديال الامتماء اللي الجاسب ديالنا تيفرزها مثل نكون مع ولدينا التواصل اللي هو حسي اللمس بصاري وذلك الوقت اللي يتلعبوا مع ولداتنا دونكاتش كامل تيخليهم يحسوا باللي يراهم عندهم واحد عندهم واحد انتظارات زوينين عند الاباء ديالهم عندهم واحد العلاقة اللي هي يقدروا من بعد يطوروها وبليمكلهم يحاود لهم اي حاجة وبليمشي اراها مهمة ولا مهنة تكون ابو ام هي علاقة انسانية اهم من كل شيء حواج واحد اخر من المعارات التي تتطورو بالوقت المخصص هو الطفل التي تقولو عليه واحد طفل اللي هو كاتوم واحد طفل اللي ما يعودش واحد طفل اللي تحشم اللي ما تقدرش يحبر على المشاعر ديالهم في الوقت المخصص سنشوف الطفل ديالنا ليشتيميل وشتيميل يلعب بمونيكا بالدومة وشتيبغي يلعب بالسيارة وشتيبغي يغريب قطي ينقظ ويجري في هذه الغرفة إذا هو من التي تشوفنا نهار تتولي ذلك روتين هذا الوقت المخصص تتولي واحد القاعدة واحد العادة في العائلة ديالنا تيربح واحد شوية ديال الامان وتيقول إذا اليوم اللي عاودت البابا وما لامنيش وما عاتبنيش وما حسيتش بليكاين واحد مقدر نعاود وهي واحد طريقة بساف مع الاباء باش يزولوا هذا الخوف وهذا العلاقة اللي هي تتكون مبنية على التوتر ما بين الطفل والاباء ديالهم وبينسوغ القاوب اللي الوقت المخصص تتعاون بساف تحصل الدراسي تقدر تبنى بالليرة واحد العلاقة اللي هي بعيدة ولكن الطفل اللي تيحسب راسه عنده تيقى في النفس في الدار غادي يعطي أفضل في الدراسة ما تيكونش خايف بالليرة يدير واحد الحاجة اللي هي ما ديش يتقبلها الأستاذ لأنه عارش هما القواعد في المنزل وتيحاول دائما يبقى في هذاك تعاملي هو سليم تعاملي مبني على الاحترام وعلى الإنصات وتيدير تهالشيك من دراسة فاش كنت كل مهاجر على وقت دو جودة مع أطفالنا كينا ربما أخطاء بغير واعي كرتك وهكا أبا وأمهات هتخلي جودة هاداك الوقت اللي ندوزوا مع أولادنا ما نعاتبوش شنو هما الحاجات الأخرى اللي ما ندوزوا مع أولادنا باش يبقاوا لهم ذكريات زوينة وتكون نفسيتهم بخير ما نعاتبوش هي نقطة دائما زيما في الحياة اليومية دينا نحاول دائما نكونوا في هذاك البحث عن الحلول فعوت العيتاب من بين الأخطاء اللي هي شائعة دابة اللي سندروها مع أولادنا في الوقت المخصص هو ما تكونش وقت مخصص عشوائية تكون عشوائية إذا فعوت مثلا عمروا هذك الخزان العاطفي ديالهم طفل تيزيد يتوتر تيزيد يحسب راسه بليره ما عندوش أهمية وتيزيد يركز هذوك الاعتقادات ديال أنا ماما عندها بزدر الحواج ليهما أهم مني ولا بابا عندو الخدمة مهمة ما بين الأخطاء أول حاجة هو الهاتف النقالي سنكونوش حال مرة سنكونوا قاسي نتلعبوه مع أولادتنا وقت مخصص تجينا واحد المكالمات تنجاوبوه أولا تنجاوبوه على الرسائل ولا غير تنجاوبوه هذا شيء ما نديروش في وقت مخصص لوليده الوقت المخصص هو وقت مخصص وش ضروري يكون وقت لكل طفل لأن كنا عارفو أمهات كان عندو جوج ثلاثة أربعة أخبسات لوليده كل واحده كيفاش وش كل طفل نخصص ليه وقته بوحده أولا ممكن يكون وقت مخصص مشترك كينجوج ديال الحالات كالحال الولا اللي تكون مثلا فصل الأسبوع عندنا الالتزامات ديالنا وعندنا المهمات ديالنا كعائية إذا نحاولو هدوك الوقتات ديال من الأكل المثالان ديال الخروجي تنكونو تنشو المدراسات تنجيو يكون واحد الوقت مخصص ليه مشترك ولأن كل طفل ضروري يخصو الوقت المخصص دياله وهو محدد فردي حيث بحل واحد النبتة اللي عنا بحل الشجر اللي عنا اللي درت يوم كله في حبق واحد ما غديش يكبرو فاسيلمان غدي القديمة كين واحد الزحام فادوك تا واحد ما غدي ياخد ونحن بالرأس نسا نقولو وانا كن دائما عندك الحب المشروك طرورة نبغي واحد شوية للوالدين ديالنا يعطونا واحد الوقتين نعودو لهم نقلسو حداهم إذا ما الأفضل كل أب وكل أم مع الوقت المخصص مع الطفل على حيضة فردي والأب والأم ماشي بجوش بهم دائما مع الوليدات حيث الولد مع بابا ماشي هو الولد مع ماما والبنية تتهية كذلك كل واحد عندو هدوك نقولو الاهتمامات ومع الوقات ومع بعضياتنا وكل واحد كيفاش يبغي يفرح مع الاباء دياله مع الطرف الآخر من بين الأخطاء اللي سنديروه هو تنردو هذا الوقت المخصص هو واحد الوسيلة ديال اللي بتزاز يدير يا مر مقاش ندوز معك الوقت إذا شو تنقولو للطفل بلا ذاك الوقت ماشي من حقك أنا غي أعطيهلك غي خير مني ماذا رسائلك تكون سامة بالنسبة للأطفال لأن الوليدات التي كبروا بحلكة ربما في الحياة من بعدك كيو اللي هو هما كيديرو شنطج لناس كيو اللي وهما مضطرنات أو أشياء باش يقبل المجتمع ويتقبلهم المجتمع الوقت المخصص مهم جدا ولكن كأب وأم وش من حقي ساعة ساعة ناخد راحة من هي مهمتنا في الحياة ربي ولداتنا ونعطوهم وش من حقنا ساعة ساعة استراحة من حقنا دائما استراحة مش غير ساعة ساعة لأن الحياة ديالنا كأباء الدور ديالنا ليس هو الأب والأم ليس الشخصية ديالنا الشخصية ديالنا الأولى هي إنسان أنت نازينه عندك واحد للهوايات عندك واحد للمحيط ديالك إذا ضروري يجب أن يكون عندك وقت مخصص مع راسك باش نقدر نعطي الوحدة أخر راح فاقدو الشيء لا يعطيه لك أنا كأب وكأم ما عنديش هذك الوقت المخصص لراسي مثلا نظر على وقت مخصص هي الوقت اللي مع راساتي نشرب كزقاتي بوحدي نقلس على راحتي ما نقاشف هذك الجريع لي ينجريع لك باش نقدرت أنا منعمر هذك الخزان ديالي ونعطي لوليداتي ثاني حاجة من كون أنا عيانة والعيان الأباء يكونوا عيانين ما فيها بس يهدر مع الطفل تياله هذية هي مهارة ديال تنعبر على المشاعر ديالي تنعبر على تاعب حتحنا يمشي ربوات وهذه هي الرسالة اللي نوصل لوليداتنا بلا أنا والدي لي وراني عيان وكما دمرت كنا مراحل الأطفال فيها ما شاء الله كديروشي شونتاج ما كتعرفش ماذا يشي تبدوي لأبونك لا دوك المشاعر لا وأنا أليش وكيفاش وأنا محتاج تعدوني الوقت ومعطيتوني وانا بنسبالي الوقت وانا خرج وانا مخرج وانا مخرج وانا شونيش الاب وش هذا دكاء وكي غنديروا لها أتبرك الله عليهم بكيا أتبرك الله عليهم عندهم واحد الطاقة واحد المهارة ديالي اللي عبروه على الاحتياجات ديالهم اللي احنا مكانش عنا وهذا الشيء جاني نعطيه الاختيار ما قادش نخرجك ولكن نبغي ندوز معك نقدر نقاهمتك ياه ونديرو غير هذك حاجيتك ماجيتك نديرو مثلا الحجاية نديرو واحد للعباء اللي هي أنا غنفكر في واحد الحاجة وانت خصك سعرفني فاشتنفكر نعطيه واحد لزان دياله نحاول نكون دائما أنا كأب وكأم ما شيف هذك المشكلة ما نقاش نخشي راسي في المشكلة ونفكر على كيفاش نوصل هذة الرسالة وكيفاش نعبق له هذك الخزان دياله بلا من نهلك كراسيم وبلا من نحسب راسي بلي أنا راني موجوب علييا وملزوم علييا ندير هذا الوقت لانتي ولي واجب اللي هو تتقلي متعب لان الحياة تفادي وضيلا نشوفها زينب راح منين تنزلوا الارض وننقلسوا مع ولداتنا وتنلعبوا راح تنحيوا فينا واحد دروح ديال الاطفال اللي احنا فقدناها محتاجينها لانتنكونوا تنجروا الخدمة وتمارة ويضا راح تنقلسوا الارض وننقلسوا مع ولداتنا نحسب واحد المتعة غلقتنا نكونوا باللي احنا راح ماشي واحد الواجب اللي هو مفروض عني نحنا مستمتعين وحدك نقلسوا بهذا الأشياء وذلك المتعة من بين الأغلاط اللي تنطحوا فيها هو مني تنكون قلس وأنا بسي فعليا ما عاجبنيش الحال أرى الاطفال تمتصوا ذوك المشاعر ديالنا وهذيك الطاقة وهذيك المشاعر السلبية نكون طرحان نكون طرحان أشياء كثيرة اليوم اللي احنا هي تفاصيل بسيطة ترجع لنا البهجة والسرور لقلوبنا تقلس مع ولدك في الزربيا ولا مع بنتك في الزربيا وتلعبوا وارقة حاجرة مقص حتى أولادناك يتعلموا أن أرى ماشي بشريان باش كينا قيمة الأشياء أرى اللعبوا أبو وارقة وستيلوا أبو أبو شي حاجة أبو خدات في الدار هذي تفاصيل بسيطة الدكريات اللي غنسانعوا مع ولداتنا مهمة لنا ومهمة لولادنا نتمنى أن رزقنا الله وقات طيبة رفقة ولداتنا شكرا لك هاجر شكرا لك زيني شكرا لك أستاذ الحسن فارحي مشاهدين الكرام فقرة من يتشايفوا راشا نكملوا حلقة تالية مشاهدين مرحبا بكم الوصفة اليوم ستكون عبارة على شربة بالبطاطيس اللي كتجي القبام ديلها كريمي تفضلوا معي باشتوفوا المقادر أول حاجة سنحتاجوا ببواغو وعندي هنا يحبة كبيرة عندي بصلة عندي شوية ديل فخوماج بلون عندي شوية ديل قشدة طارية مليحة وعندي هنا واحد الكمية ديل البطاطا وبطبيعة الحال الماء فاشغنطيبوا لسوب ديالنا وعندي شوية الزيت بلدية ورومية نحاولو نديروها كده ملانج فاشغنقلي ودك البصيلة ديالنا ودائما في السوب اللي كيكونو نضيفه لالبواغو بهذا الشكل نضيفه لالبواغو بهذا الشكل هادي نحاول نحركم هاكده ونخليهم بكيس قلة وباش دك النكحة ديال فواغو ودال بصلا كي تلقو ليه مدين فلاسوب هنا غادي ندوز باش نقطع بطاطا هاد الاسوب كتجي لديده وكتجي بسخطول وليده الصغار نحط البطاطا ديالي تقع بحضو بهذا الشكل صافي هنا غادي نضيف شوية ديال الملحو وشوية ديال بزار صافي غادي نزيد الماء ونخليها الطيب ونطلقها باش نشوفو شكل ديال سوب ديالنا او الاتاتيما ديالنسك ومبعد ما تبطيه باش نقدر نطحنها باش نقدر نطحنها هادي نجيب اقامل ديالي كاملا نخبيها بهذا الشكل هادا ونزيد 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 إعجاب ديالكم وطلقوا في حلقة مقبلة نحن رجل مرحبا بك بارك روفيك زينب شكرا سهلا نشاهدوا روبرتاج قربنا اكتر منك وراشا للحديث فلاتو اصراتي الرشيد منتصر شاب مغربي درس إدارة الأعمال وحصل على درجة الإجازة في الدراسات الإنجليزية بدأ مع مؤسسة الأطلس الكبير قبل خمسة سنوات كطالب متذرب تدرب مع هذه المؤسسة لمدة عام تقريبا وخلال هذه الفترة تعلم الكثير عن القيادة والقدرات المهنية بعد أن عمل كمتذرب تم تعيينه ليكون موظفا بدوام كامل في المؤسسة على وجه التحديد ليكون مدير مشروع سامي المصمم لتحسين ظروف التعلم للشباب في جميع أنحاء المغرب خلال هذه الفترة الزمنية اتخذ مبادرة قوية لتحسين ظروف التعلم للطلاب في 23 مقاطعة في المغرب على وجه التحديد ظهر أكثر من 300 مدرسة في المملكة من أجل تقييم ظروف المدارس وتبادل الأفكار مباشرة مع الطلاب حول كيفية تحسين المدارس والمساهمة في تعزيز حلول تغيير المناخ الرشيد يعمل حاليا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الذولية في برنامج فلاح لفلاح كأخصائي دعم تطوعي مستشار محلي ويعمل كنقطة اتصال رئيسية من فريق المقر الرئيسي للوكالة الأمريكية للتنمية الذولية فلاح لفلاح كان الرشيد أحد منظمي قمة الأمم المتحدة الأولى للمناخ للشباب نيويورك 2019 منتصر رشيد خليني نصحح 27 سنة 27 سنة غادرت للديارة الأمريكية في 2019 تماما اليوم أنت شعب كتشتغل في مجال قضايا المناخ نذكر بلين أنت مدير وطني البرنامج فلاح فلاح تابع الوكالة الأمريكية التنمية ومؤسسة الأطلس كبير تشتغلتي ضمن فريق عمل تنظيم أكبر ملتقى للشباب للقضايا المناخ في نيويورك في 2019 سؤال كنت صغير كنتي بغي تكون الشي اللي أنت اليوم تتحقق لا باتاتا باش نكون صارح معكم وصارح مع نفسي أنا صراحة الهوث ديالي هو ما بتحت 2017 أنا فاشكن صغير بتعبيت الحال تزاديت في أحد الأسرة كبيرة في مغربيا وتزاديت بالضبط في منطقة البادية يعني كنت أنا من الناس الأولين والوالدين ديالي متضررين من القضايا المناخ أهام واشكنت عارف بأن المناخ كنت تغير أنا داك لا فكرة ما كانت عندي فكرة ما كانت عندي معلومة ما كانش عندي معلومة لأنني ما كانش ما كانش واحد تواصل مع الناس اللي كيشتغروا في هذا المجال هذا بل حتى الوالد ديالي نساء مغربيا طيب الحال كنقول لها هارا مثلا هات الصيف سخون كتقول لي هارا هات الصيف سخون ولك الصيف الجاي إن شاء الله غادي يكون مزيان وارا هدي الحياة مره سخونة مره مفاش كبر الدابة ما هي وجهك لقضايا المناخ؟ صراحة كانت في 2016 كانت مغرب نضمت الكوب فانتو في مدينة مراكوش وكان الهاجز ديالي هو نتلقى بناس أجانب باش هير نتحدث لهم على تزريبة ديالي مثلا من الصغور وكيف أشكبرت في البادية ما كانتش عندي زعماء صراحة هدف بأنني نشتغل في المناخ كنت بغي تكلم على تجربة كإنسان بين شاب مغريبي صغير صافت ذلك بدأت przew مؤسسة lets m Gobi ومخ بنظيم يكون متطوع حتى التطوع ليست مح dem an كيف bastوا باش ما بنذار هديك السปع أيام لذلك وكانت سورة في 2016 سبع أيام Floyd يا رسم تعرفت صراحة عرفت ترازك تماما قلنا كما نقول في المغرب بلدك القرصة لأنها رأيها بلدي رأيها المناخ بعدها يتغير هذه أولا ثانياً واش أنت مستعد أنك تعطيل بلدك بعدها قبل ما ندخلوه في الدوامة دي الشك وديره الذي ندلمه لأنه باش نبغي وننكره إحنا شباب مغربة فاش يالا كنت خرجوه مثلاً كان فكره في سلبير ما عندناش أسهار ما خلقوناش الفراس ما كيناش ما كيناش تجربتك في الكوب بدلتك منظورك للحياة خلتك تشوف الحلول الأفضل كيفاش نطلقت في مغامرتك في الدفاع عن قضايا المناخ كيفاش مشت الولايات المتحدة الأمريكية هو أولاً هو فاش من بعد ذيك الكوب كان عندي الفضل باش أني نشتغل مع مدارس في المغرب خدرت مع 365 مدارسة في المغرب وكنت كنشتغل على مبادارات بسيطة مثلاً كنديروا واحد خمسة سجراء المدارسة كمشيوا كنغرسوا معهم كنديروا ليم واحد ورشة كومينية على البيئة وكل نهار كنشوف بأنني كتزاد لي معلومة على البيئة كتزاد عليها من اللومة على المناخ وبالتالي كان في 2019 فبالضبط في شهر جون كانت واحد لالكونفرنس في أبوضابي وكانت الأمم المتحدة عرضوا عليها باش أني نشارك في ذلك الكونفرنس باش نحضروا واحد القيمة دي المناخ في أمريكا ما كنتش على بالي أنا قيمة عادية دي المناخ ما عرفش بأنها تكون قيمة دي الشباب بالتالي فاش لقيت بناس في أبوضابي أنا شوية مغربي والحمد لله كان قلب تلقيت مع الناس في أبوضابي وقالوا لي بلاتيرا قبل نيويورك كان واحد القيمة هي ديال 31 شاب العالم غادي نديروها في بيرلين وغيرك تكون معنا واش تبغي تكون معنا في هذا الكونفرنس ومشيت للبيرلين بالتالي بدت هذه الزريعة ديال الكوب وديال القضايا المناخ رمشي هير في البلاد أجي نشوفوها كي يدير في بلدان أخرين بعدان كيفاش كي يشوفوها؟ ونشوفو الأولويات لأن كل البلاد عندها أولويات ديال المناخ مثلا ألاسكا ماشي بحال المغرب اها باختلاف المكان كان اختلاف الأولويات منتصر رشيد وانا كانت صلت لك تتكلم كين تفصيل جميل هو أنك انطلقتي في رحلة غير مخطط لها ولكن استمتعتي بكل خطوة تماما ذلك الشيء عقلت عليها مزيان عقلت عليها للدتالي لأن هرشيدك التغيير في حياتك فاش يكون من العادي الأحسن ما عم لا تنسى للدتالي دياله كي يبقى في الداكرة تماما كي يبقى في الداكرة ماذا كانت صعب في حياتك منتصر رشيدة؟ كنت تمشى على جليل المدرسة واحد الكيلومترات باش نوصل المدرسة كنت الوالدة ديالي انا الاب ديالي اللي حمو خلاني صغير خلع ديست سنوات وكانت الام ديالي هي اللي كانت تتبشي معايا هادك الصباح فاشا تكون ضبابة على سباش ما ضربني شيطان وبيلو هاد الحويجات هادو كيما دفو متقل إلا ما خدمتش وإلا ما استغلتش الفرصة كي ما خاصت تستغل ما غنحترمش راسي وما غنحترمش الوالدة ديالي اللي كانت كتديني الصباح في المدرسة هاد الحويجات هادو ما الدافع الأساسي صراحة باش أنني يلا نوصل هاد المرحلة البسيطة هذه العادية ولكن الدرس المهم في الحياة هو أنه شنو غنخلي فيه هو شنو غنخليه وشنو كيفاش غنستغل هادك الفرصة أعضو وايز غادي بشي ليه كل شيء وإحنا لندمنا ما كيبقاش ما كان فعش نادا ما كان فعش نادا تجربة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تمت المقيمة بين شيكاغو والمغرب تماما تشتغل على قضايا المناخ هل سهل أننا اليوم شاب 27 سنة غادي للولايات المتحدة الأمريكية باختلاف التقافات الموجودة فيها وبالمجموعة من الأشياء الموجودة وكانت مؤلاء كينا العنصرية وبزاف ديال الأشياء وش كان من السهل عليك أنك توضع بصمتك وكيفاش خدمتي بأنك تعطي نموذج للشاب المغربي ليتقبلوه الآخر في الأول كانت تجيني عاديا كيف ما كانت صغير وكانت الحرارة وكانت تجيني عاديا فاش تقول لك الواليد دراسي في جيبه يكون بي خير نقول هذه هي الحياة ولكن فاش عرفتها بأنها صراحة سهلة لماذا؟ هو فاش تخرج من البلادك وكيكون عندك هدف وهذاك الهدف تكون قبل منه واحد ترقي لخصك تضرب لأن مثلا فاش كنت في أمريكا ولا فاش كنت في أبوظبي ولا ألمانيا ولا كينيا ولا مجموعة مدوان كيف يبقى عندك؟ أنا لا أريد أن أخذ كاس الماء وكننا أخذوا ونشربوا وقراجع ليس لدي المسيرة المسيرة هو أن أخذ كاس الماء ركيني واحد يجب أن يكونوا بسطاكل كما قلت لدي العنصرية لا يوجد شيئا هلو هل نفكره في هذه المسائل البسيطة ما سنزيدون قدام لأن كنت في الولايات المتحدة الأمريكية وكانت من 30 شاب في العالم باش نختار من 30 شاب في العالم باش نكونوا من اللجنة التحضيرية دي الأول قيمة مناخ الشاب ما سهلاش وما سهلاش كثار هي فاش كنت لقى مع الأميرة للحسناء في نفس المؤتمر وكتسولني واش أنت مغريبي كنقول لنا مغريبي وفرحات هذا يعني كي ما في نعرض بأنه صراحة صراحة ماشي سهلان الطريق ما كانش سهل ما سهلاش وكان وحد الحافزة ما مجموعة من ديال الناس من العائلة ديالي ولا بصراحة تلميديا من كتب وقصة ديالي منتصر رشيد أشنو كنت محذر للمناخ في ضل الأشياء اللي كنعيشوها وكيفش ممكن اليوم لأنك نظن أن شبابنا مازال غير واعي بالقضايا الصعبة المتعلقة وأشنو كيتسنان في مجال المناخ من ظروف قاسية وصعبة كيفش نقدروا نبدلوا الأشياء وكيفش نتكتشوف نقدروا نصلحوا الأمور بالحديث على تجربتنا المغربية تماما والحمد لله ذكرتي كلمة الأخرى والمملكة المغربية في التوجه ديال المناخ قتعنا أشوات كبيرة مقارنة بالدول الأخرى وفشلًا كنا نقدم رسي كمغربي في خارج المغرب وكي يقولوا لي طبعا كلها عليكم في نصلتون كنزيد مفتخر بالمملكة المغربية ولكن ذكرتي الأهداف من بي الأهداف هو أن الأم ديالي اسمتها فاطنة تحياتنا لنا فاطنة والأم ديالي فاطنة ما كانت معرفاش بأن المناخ يتغير علاج ذكرت الإسم ديالي الوالدة لأنه كان مجموعة مديل فاطنة في العالم ما عرفش بأن المناخ يتغير ومجموعة الناس ما عرفش بأن المناخ يتغير في جهة أخرى كان مجموعة المشاريع البيئية والحمد لله المبادرات البيئية الكبيرة الضخمة الضخمة جدا هذا التفاقم بين مشاريع ضخمة بيئية وبين مجتمعات اللي بقي معرهش بأن المناخ يتغير دونك الأهداف ديالي هو أن هذيك السيداء أو هذيك السيد اللي في البادية يعرفوا بأن رأى تغيير ديال المناخ ركين وكي يوقع بالتالي هذوك المشاريع الكبرى والضخمة اللي عندنا ما غادش نبقوا نقتصروا هيرا على واحد المستوى عالي هاجين خرجوا مبادرة صغيرة من هذوك المشاريع البيئة الكبيرة تماما تماما لماذا نبقوا على المناخ مرات كتلقى بزافة الكلمات الإلمية واللي ماشيك عندنا ستفهمها تماما أنا محتاج أن نفهم هذي الأرض وقع فيها بطريقة بسيطة تماما فاش نقول له مثلا تزادت درجة الحرارة شحل موحد مكعرفش ولا مثلا كنعرفه الكاربون كريديد احنا دابا حاليا أنا كنتكلم معك تمكنت باش نجيبوا أحد خبير ان شاء الله يوم الأربعة باش يديرنا ترينين بوركشاب لهذه الناس في البادية وركزت على الناس البادية وصيرتوا عنصر نسوي باش يعرفوا بأن راكين هذك الغرس اللي عندنا نخطونا نخرجوا منه الكاربون كريديد ونبيعوه في الكاربون كريديد ماركت ونجيبوا هذك الدخل ونعاونوه الناس اللي محتاجين على مشاريع بيئي عندنا الغرس الحمد لله في المغرب ولكن ما كنتستغلوش هذك من يوم كتشغل على هذ المشاريع من أجل خط فرص للعمل بالنسبة لكثير من الناس في حاجة الفرص للعمل فين كتشوف راسك من هنا الواحد عشر سنين إن شاء الله في 2027 إن شاء الله من الأهدف ديالي الكبرى من 2027 هو أنني نكون إن شاء الله من اللجنة الأولى المستشارين ديال الأمي العام الأمم المتحدة والحمد لله هيراد الشهر اللي فات جاتني خبار مزيانة بأنه قدر إن شاء الله نلتحق بالفارق الأخير ديال الأمي العام الأمم المتحدة أنتوليا كوتيريس على القضية المناخ ودعوتكم إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق وشكرا لأنك مشرفنا كشاب مغربي بارك الله مشاهدين الكرام إتيكت وفن العيش ثقافة الشموع شنو تنعنيوا بها شنو الرسائل قدروا ندوزوا بها الاختيارات احنا مضوين بلاتونا اليوم بالشموع أسئتنا جاوبنا على زينب خدراجي خبيرة الإتيكت وفن العيش خليكم معنا زينب خدراجي نعم هل يمكن الحديث على فننا الشموع؟ نعم شنو هو؟ واحد فن جميل بحالك الله أرفضك شوفي الشموع على زينب احنا شحالة دا كبنا غير كنضويوا بها ومن بعد الرسائل جالا كترت كنضويوا بها ولينا كنت هادوها كنا دوار بعضياتنا ولينا كنحطوها في الاسترخاء يعني ولت عندها عدة استعمالات فش كنت تكلموا إليها في حياتنا اليومية أو في إطار فن العيش كيفش نقدرون نوضفوها؟ نقدرون نوضفوها كديكوغاسيون أنا دائما الشموع كنصح بهم أكثر ديكوغاسيون كتر من أنا كش عليهم ومزيان ش عليهم لماذا؟ حيات دبوا كتعفوا تفننا فيهم ولو زوينين شكيلات ربيعات يعني الألوان هكذا ولكن الاستعمال ديالهم نحاولون نقللوا منه نقللوا منه لأنه عندنا شورط مش نختاروا الشمعة دينا لدينا شورط ولا توفرت هاد الشورط في الشمعة نقدرون نشعلها شحال ما بغينا ولكن لما توفرتش فيها نحاولوا نقللوا منها من الاستعمال ديالها نعم أشلو هما شورط اختيارنا الشمعة؟ الشورط لولا زينب ولا باش كتصنع حيات حين دبوا كنشوف الشمعة كل يغيشوف الشمعة يقول هادي زوينة هادي رخيصة هادي هاكذا ما غي يعرفش كيفاش يختار الشمعة ولو كالشمعة خصان نغمالون كتكون يعني مش حاجة فيجيتال باش تكون ما تكونش سنتاتيك أو لما تلقاوه مثلا بالبغافين هادو كل الشمعة اللي كوينين بزاف وكيتباعوا بزاف وكنشروهم بزاف هما بالبغافين ولكن البغافين غير صحية نهائيا للجسم ديالنا لون كيلا بغيت نشاري شمعة اللهم انفاستي في حال الشمعة اللي هي طبيعية مثلا ما كقولو شمع العسل صديحة للبيئة منصصة يعني من شمع العسل ولا الاستخدابي اللي كتكون هادي كتكون وخاء اشعلتها ما كتكونش موضرة الصحة كتكونو التمن دلاش ويغالي لونك هدا بالنسبة للأماتيخ نزيد وعوثاني كنشوفو شو معانا جو بخفار ليش للشمع اولا كنفضل الشمع اللي ما كيكونش بارفومي ما كونش في الرواء ايه علاش عوثاني لأماتيخ باش اللي زويل باش كي تصايب كني اللي زويل سنتاتيك نين كيكونو ما غير هكذا كي غير سنتاتيك في حالك داك فاش كتلقي الشمعة كتشعلي الشمعة وكتعطر ريحة ديلا بعد المرات كتحسي باراتك تقجيتي تكون صعب وبعد المرات كتحسي بصدارك تخنق والناس ما كيعرفوش علاش علاوكو هادك الريحة ديلا غير طبيعية يعني اللي زويل ايسانسيال خصتكون من اللي زويل اللي طبيعين وكذلك اللي زويل ايسانسيال بعد المعرفوش كيكون المرأة حامل او للاطفال الصغر فتوما كي ديرانجيون اكيد زين بخدر جوش الوان الشمعة عندها دلالات عندها بعض دلالات وممكن تختلف من كل واحد متعقافة احنا ما عنا نتغرش بلا ديطال اشكال الشمعة اشنا تقدر تقول لنا الوغل الاشكال كنة دبا اشكال كثيرة وجميلة انا كيعجبوني بصراحة هادولي كلاسيك حيث كتبقى الشمعة يشمعة يعني ما وخنطفن نوفيع كيف قاها هاد الوستيلاك دازوين ودايو كنلقاوك هاداك شي كلاسيك كما كتشوفي اللي هي هاداك اللي هاداك بورت بوجي كبير في بزيوغ بوجي وهادوك عقلت عليهم القدام وباقي نداب خارجين للموضة وسوقت فش كتكون شي طبيلة كبيرة موية مقادة تحطيها فكتعطي الوالغ لها ديك الطبلة بالحق عندنا واحد شروط ديلا باش نحطوه بحلاء ادوك شوفي علش كيكون الشمعة طويل حيث إلا كنت قلسة أنا فالطبلة وقلسي الناس فالطبلة فاقص الشمعة ما تجيش لي معا عيني ما قدر شخو بعضياتنا ايه كتديرانجي العيني وكذلك تكلافلام ديالها ما تجيش لي حدا من الخرية انا غتخنقني خصيات ذاك شاش كتكون طويلة وفاش كنا مغيو نحطوهم فالطبلة ما كنجيش نحط مثلا هاداك ذاك البورت بوجي ما كنحطوش بيني وبينك سنكون أنا غالسة انفاس معاك وكنحطوهم هنا في الجنب وكي يجيو الناس الاخرين مثلا نقالسين هنا إلا بينا نديرو بلزوع كي يجو في الجنب ماشي انفاس مع المس باش ما يخنقوش باش ما يغطش لهم النظار ديالهم وبالنسبة لي سيبوغل اليوم حديثين كنستغلهم هما جوز أيضا من ذكرات المنازل شو بحال هادو كي يجو تخيو كي يجو بثلاثة إلا لاحطي معاها هادو كتتحطو مع بعضياتهم يعني ما كتتفرقوهم ما كتتفرقوهم شو على شو في كينا كينا جوج كبار مثلا ووحدة صغيرة أو أخرى ما كيكونوش في نفس القياس باش كي يعطو ذاك الجمالية دياله ذاك الجمالية دياله كينا بعض المرات دي سيبوغل كايز زوغير وحيدة بحال هادالو ستيل هادا اللي كنشوفو هنا وكين هو نفس الموديل وفي هادوك الخرية المدورين لانك فش يعطي الجمالية وش بغطي تطيرها طويلة وش بغطي تطيرهم مدورين كذلك لدينا لانترن شو في بحال هادا اللي يتماين كنت لاحظة هادو كتبير هادو كتجيو بزوين حتى في الدكور دياله نعم هادو كنا نحطو برمطة في الدخلة ديال الاترن أولا مثلا في إيون تيراس كنزين وبهم إيون تيراس كاملة وكين بحال هادو شو في دابازين وأجمل حاجة صراحة إلا قدرنا إلا قدرنا أنا ما كنقولش نحي دولي بوجي باسك كيعطي واحد له الشرم إكسبسيوني وهم كشمعة عادية إلا قدرنا مثلا من الأحسن علينا ديزان صنف الدار ولا لغيدور طلبة حتكينا بعض المرات هادوك الفتيلة ديالهم كتكون سنتاتيك تغيير كتشت هادو كتقدري تشعلي غير من هنا وكريكور هادو ديكور وفي أي بلاسة كتبان بحشمعة ما يمكنش تغيير دقيقة وحدة أنها سيجولد شو مع المؤطرة واللي كالجئولة بزاف ديالناس دابا كنظن ولا بحال وحد الإفراط في الاستعمال ديالها واللي تكتلقي ما نزيل فيها بزاف من الأحسن تختارنتي أشنو كترتاح وبعد المرات مع الستيل ديال الميزون إلا كنت الميزون أوريونتال هي شكل ديالها شرقي كنمشو مع روائح شرقية مع ديكورات إلا كنت مثلا واحد تداري كنتمبوران ما هي مينيماليست كنمشو مع شي حاجة فيها خشغ كنمشو مع شي حاجة فيها خشغ باش مينكش حتراها بعد المرات كتستضمي لديكور مع البرخفامشي هو هده يعني كنمشو إلا كنش حاجة أقدام فعلة فيغدور وشي حاجة فيها الناتشو كنحاول ندري شي حاجة مثلا بحال الجسمة بحالة فلوردورانجي كنمشو فيها دروح لماذا كنتمشي بعد المرات الليسبة والحمامات كتلقي الخزامة وشي حاجة كترولاكسة نبقى وغاديين في حلقة ذاك وعوديني لحسا بلافين ما وممكنش يكون لدينا شي افين ما ليوافين عشاة وفضاح كنتمشو نتلقى الخزامة كتلقوا الناس العود شي حاجة اللي كتزدت عطاهم الحيوية وان شاء الله ندروا حلقة اخرى على الديفوزا معنى انا كنقول نحاولو إما تختاري الشمع إما تختاري الريح بدك الافتلة ديالها وهذا وكتزيدي عاو تاني الريحة فكيقولي الاكسيجين ما كانش وإلا جاب الله ما قدرش نختار أو الإمكانية ديالي ما كتسمحش ليه أنا نشري لها استخدام بيه باش نصيب الشمعه ديالي وفضلت أنا نشمعه عادية نوغ مال بغيه بغيت نشعلها دونك نحاول أنا نبعدها مني يعني ماشي نكون نحطها في شي بلاسة نحطها في شي بليسة هكذا يكون ويكون بلاسة مهوية ايه ومن بعد فاش نسالي ضروري ايغي الدار ديالي حيث لا خليت الشمعه ودك شي وبقى الدار مصدوده من بعد فدائما كتحسي واحد الوكسيجين كيدور مزوج نوغ ايغي من بعدهم وش كيان اشياء مثلا في الشمع مني ستبال غادي تخفصت جماليات المساحة خسنا نبدلوه ديك الوقت ولا ردو للبن وهادي صافي شمع خستحي ايه فاش كتشوفها دمعات بزاف وصافي وصلت للاخر ديالها ايه فاش كتكون زوينة ايه فاش كتكون مقادة وكتكون عطني ذاك الحجم ديالها وراكي الناس اللي كشدوا بقايا الشمع سخطو فاش كتشري ذاك الشمع لكي يكون غالي شوية ما كتبغيش يضيع لك كتجمعي قاعدوك الشمعات صغير اللي بقاوليك وكتدو بهم وكتعودة تشريه اللاماش وكتعودة تقدر انتي تخلقي الشمع وداخره نذكر باحد الحاجة اللي بعد المرة مكان اردتوش كالباشتي هاد لا ماشي هادئ اولا لكن ما تنسميها الفتيلة ايه دونك داروري نشوف النوع ديالا قبل ما شري الشمع حيث كينا اللي كتكون سنتيتيك البلاستيك ماشي البلاستيك سنتيتيك موي ناسيش ديالها ماشي طبيعي فاش كتشعلي كتحسي بديك لافلا معك فالفحم وكتعطي بزاف ديالتخان خير صحي نهائيين ونختو حاجات لطبيعيات كينا الشمعات كتبالك بيضة مضفورة بحل لوكوتون دونك من الفتيلة نشوف الشمع هاداك الكوتون بعد اوخات هانتي تشوف هاو مش عالين ولكن ما اعطيناش التخان هاد الفتيلة ديالهم ان كوتون لسيبوغ ديالشمال يجو مع الفضاءات كاملين باش ممقوش انا غايطلب مصاريف سيبوغ في الوان اللي يجو مع اي فراجة نعم انا انا اتواحد العصيس زوينة وانا كينديرا براس يفضاري وكتعجبني تخي سمبل ايسي بارشيق كينشري داب هاداك اللي فوق كيندك الكاس وانا يمزينها بهذاك هاداك بشبيكة ديالو او بسليلة ديالو تقدر الزينة تقدر تدري غير ديفيغ صغير وورين هاكذا سامبل درججج وتعمرهم بالمنارة معمراه بالماء وكتحطي ذيك الشميع الفلوت ودونك تقدر تدري بزيغ كي يجو مع جميع الالوان وعجميع الاماكين وفي جميع المناسبات انا كيعشبوني وكي نديرهم بزاك هذه فكرة جميلة ونحاول نقتصده من خلالها شكرا لك زينة مرحبا شكرا لكم انتصر كانت منها لكل التوفيق في المشوار ديالك مشاهدين الكرام ما تنساوش اقترحوا لنا المواضيع اللي تبغيونا انترقوا لها من خلال برنامج أسرة عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الشمائي تظهر لكم اسفل الشاشة ما القناة اكيد في حلقة مقبلة شهية طيبة وتقوى الاخير اهلا الاولى